بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل يوم تركيا بتثبت أنها قوية فبعد المواجهات التي تمت في شرق المتوسط بينها وبين اليونان وبينها وبين طائرات الإمارات وبينها وبين الـ F-16 وبينها وبين الفرقاطة أو السفن الحربية اليونانية ومواجهات تركيا مع الروس في داخل سوريا وفي داخل ليبيا مع المنصات الخاصة بالصواريخ الهابستير التي قامت بتدميرها قبل دخول اللوطية وغيرها من الأماكن الليبية تركيا الآن تفاجئ فرنسا فرنسا الذي أراد رئيسها المتعجرف والمتغطرس ماكرون والذي جاء إلى منطقة المتوسط فارضا شروط ويقول أنني جئت لكي أفرض خطوط حمراء على الدولة التركية وأن تركيا تعرف الأفعال ولا تعرف الأقوال واستمر في هذا النهج المتكبر تركيا الحمد لله رب العالمين تلقن فرنسا درسا جديدا وتثبت أن تركيا متطورة وتحتفظ بتكنولوجيا وفي جعبتها الكثير والكثير استطاعت تركيا أن تهزم إحدى السفن السفن الفرنسية في شرق المتوسط هزيمة نكراء هذه الهزيمة تثبت أن تركيا تمتلك من التكنولوجيا والأسلحة المتطورة ما لا تملكه فرنسا ولا تملكه كثير من الدول ويبدو أنها سوف تفاجئ هذه الدول بإذن الله تعالى بالكثير والكثير هذا الخبر نزل في جريدة صباح التركية هذه الجريدة التركية بتتكلم عن هذه المواجهة العسكرية بين هذه الفرقات الفرنسية وبين السفن التركية هذه السفينة أرادت أن تدخل في حيز السفن والمنطقة الروج رئيس دعونا نترجم هذا الخبر الموجود على صحيفة صباح التركية نترجمه عبر جوجل ونعتذر لحضراتكم عن أن الترجمة ستكون ضعيفة ولكن المعنى سيكون واضح لقد أذهل اليونانيون في شرق المتوسط فرقاتة فرنسية من المنطقة يعني حصل ذهول من اليونانيين والفرنسيين نتيجة فرار فرقاتة فرنسية من المنطقة إيه اللي خل هذه الفرقاتة الفرنسية تفر من المنطقة التي يتواجد فيها الأسطول التركي نتابع الخبر شرق المتوسط التحركات حتى بعد أن حصرته اليونان مساعدات فرنسا يطلب المساعدة من اليونان وتطلب التدخل إيه اللي حصل في هذا الحادث إلى جانب فرنسا أرسلت الإمارات العربية المتحدة أيضا طائرات حربية إلى المنطقة على الرغم من تحذيرات تركية التي تقوم بمنورات الروج رئيس برفقة السفن الحربية التركية المنخرطة في استكشاف الزلازل برفقة السفن الحربية المنخرطة في حماية الروج رئيس يعني في استكشاف الزلازل اللي هي بتاستكشف النفط والغاز الطبيعي في المنطقة أو الطاقة تدخلت فرقاطة فرنسية هذه الفرقاطة بينما تضررت تريد مضايقة يعني اللومونيس هو بيحكي هنا عن وقعة اللومونيس اليونانية اللي حاولت أنها تتدخل واستطاعت إحدى السفن الحربية التركية أن تقوم بمناورة هائلة ضدها واستضمت بها وتضررت هذه السفينة اليونانية وانسحبت وذهبت إلى حض بناء السفن علشان يعلجوا الأضرار التي لحقت بهذه السفينة الموضوع ما انتهاش عند هذا الحد ده صورة أيضا أو يعني فيديو منقول سابقا عن الواقعة التي حدثت بين الطائرات التركية والطائرات F-16 لو احنا اشتركوا هذا الخبر يعني ده كان احنا عرضوا وزارة الدفاع بيصور الموقعة الجوية التي حدثت بين الطائرات F-16 التركية وF-16 اليونانية وانتصرت فيها بفضل الله عز وجل التكنولوجيا التركية والطيارين الأتراك انتصارا مذهلا طبعا احنا شفنا هذا الفيديو من قبل وحضراتكم شفتوه فاحنا مش حاول نضيع وقت حضراتكم بهذا الخصوص ولكن ننتقل للمطلوب تم المساعدة يعني حسب أنباء أو وسائل أنباء فرنسية وإماراتية حاولت الفرقاطة الفرنسية في المنطقة إيصال رسالة للسلطات اليونانية قائلة يعني بي عاوزة تقول ايه؟ جميع المؤشرات الرقمية لسفينتنا مغلقة يعني استطاعت التكنولوجيا التركية أن تعطل هذه السفينة الفرنسية المتطورة وأن تمنع أي إحداثيات أو رؤية أو حركة ويعني إذن الأتركي امتلكوا تكنولوجيا هائلة متطورة ملاحتنا لا تعمل أنظمة الملاحة لا تعمل أنظمة أسلحتنا سقطت يعني حتى الأسلحة تم تعطيل الأسلحة الفرنسية يعني استطاعت التكنولوجيا التركية أن تجعل من هذه السفينة الفرنسية قطعة خردة أو قطعة حديد معزولة تماما فاقدة القدرة فاقدة المؤشرات الرقمية فاقدة القدرة على الملاحة فاقدة السيطرة أو استخدام أسلحتها أرادت السفينة الفرنسية طلب المساعدة قائلة مئات الأشياء تحلق فوقنا يعني استطاع الأتراك أنهم يعني يجعلوا الرادار لديهم مشوش وكأن هناك مئات الأشياء تحلق فوق السفينة الفرنسية ولا يمكننا تحديدها لا يمكننا فهم ما هي هذه الأشياء لقد أغلقت نظامنا بالكامل النظام الرقمي بالكامل للسفينة خارج عن سيطرتنا أرسل لنا دليلا يعني بطلبوا مليونيين اليونان ابعتوا لنا حد عشان يطلعنا من هذه الورطة ويخرجنا من هذا الوضع العصيب الذي أدخلهم فيه الأتراك هذا الأمر وإن دل متابعين الكرام فإنما يدل على أن تركيا لا تلعب تركيا دخلت هذا الحقل العسكري وهذه المنطقة وهي تدرك أنها تواجه ذئاب وثعالب تركيا لم تخرج كل ما في جعبتها إنما كلما دخلت في مرحلة أخرجت ورقة لكي تثبت لهؤلاء الغرماء ولهؤلاء الطامعين أن تركيا الجديدة الصامدة الصاعدة القوية أصبحت موجودة بالفعل وأنها ترسخ أقدامها في المنطقة ومع ذلك اتضح أن السفينة الفرنسية لم تستطع تسليم هذا الطلب حتى الاستغاثة والإرسال والحاجات ده كله ما قدرتش تبعاته أصلا من الطرف اليوناني لم يعني حدث تشويش وتعطيل يعني إذن تستطيع تركيا أن تجعل من الأسلحة الفرنسية قطع خردة يعني بهذا التوصيف لا تستطيع أن تحرك ساكنا تجاه القوات التركية لم تستطع توصيل هذا الطلب إلى قيادة الساحل اليوناني واضطرت الفرقاطة الفرنسية التي كانت تنتظر لفترة يعني فترة طويلة معطلة مش عارفة تعمل إيه إلى الفرار من المنطقة بعد أن أدركت أنه لن تأتي المساعدة بعد هذا الحادث يعني طلعت كده على عمو الشهة مش عارفة هي ريحة على فين نتيجة هذه الموقعة الإلكترونية الهائلة والتي لها رمزية ودلالة كبيرة وصلت سفينة التتبع والمراقبة الأمريكية المسمى القاعدة العائمة يعني ده برضو الأمريكان موجودين يعني وصلت سفينة التتبع والمراقبة الأمريكية المسمى القاعدة العائمة إلى جزيرة كريد اللي هي حاملة الطائرات يعني مع رمز الطوارئ الخاص بها الولايات المتحدة قلقة من البيان الذي أدلت به السفينة في المنطقة لمراقبة الأنشطة وستحاول تركيا معرفة كيفية استخدام النظام يعني ستحاول تعرف إيه اللي بيحصل الأمريكان منزعجين تكنولوجيا جديدة موجودة استطاعت تركيا أن تنتصر على فرنسا ما هذا الذي يحدث؟ هناك تطور نوعي كبير يدل على أن تركيا موجودة وموجودة بقوة وتستطيع أن تفاجئ الأعداء هذا هي الرسالة المطلوب معرفتها الآن نتمنى من حضرتكم جميعا الدعاء لتركيا شعبا وحكومة ولكل المستضعفين والشعوب المسلمة والعربية في المنطقة كلها أن يكونوا أقوياء على قدر الحدث وأن يتصدوا للمشاريع الصهيونية والمشاريع الشيطانية في المنطقة في الختام إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر